اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس اكيد انا كل اللي في ايدي هعمله وتوقعاتي اكيد ان شاء الله ان رفايل يرجع الاكاديمي يعني يستحق انه يرجع كان نفسي اغني اغنيت اما براوة وقايا دونيا بس ما سعفنيش الحظ في ايا دونيا لاني كنت تعبانة جدا وتمريدة جدا وما قدرتش اغنيها فانقهرت على ايا دونيا اكتر من اما براوة بس كان نفسي اغني الاتنين وتغنوا اقول لي جمهوري شكرا على كل حاجة عملتها معايا شكرا على وقفتكو جنبي شكرا على تصوتكو اللي كنتو بتصوتوهولي كتير في الاكاديمي اكيد انا برضو بقولكو صوتولي بس صوتوا الرفايل اكتر لانه يستحق يفضل في الاكاديمي انا مبسوطة جدا ان انا كملت وان انتو فخورين بيا ان انا وقفت الوقفة دي في استر اكاديمي وكملت البرامي التلاتاشر انا مبسوطة جدا واكيد برا هنتقابل وهعمل حاجات برضو تبقوا فخورين بيها اكيد انا عملت كل حاجة من قلبي بحب للأكاديمي وللناس اللي معايا في الأكاديمي وللطلاب والاصحابي كلهم بجدا انا عملت كل حاجة من كل قلبي كل طابلو كل اغنية كل موقف كل ايبال كل حاجة عملتها في الأكاديمي بجد من كل قلبي فمفيش ذكرى واحدة لأ فيه ذكريات كتير قوي في الأكاديمي وفيه حاجات حلوة كتير خدتها من الأكاديمي مش ذكرى واحدة رفيال انت نجم نجم شامل مش مطرب بس يعني ما بتغنيش بس انت ممثل ومغني وعندك حضور وعندك كريزمة وعندك شخصية دمان خفيف كل حاجة فيك حلوة انا بحبك وانت دايما عارف ان انت اقرب شخص اللي هي بطبعه يعني بطبعينا مجانين زي بعض كل افعالنا زي بعض ما بعض انا بحبك واكيد اكيد 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 لو بقيت او ما بقيتش في الأكاديمي اكيد هتعمل حاجة كبيرة وهيبقى ليك سمعة كبيرة برا الاكاديمي او جوه الاكاديمي بالتوفيق يا حبيبي كلمة ممكن اقول لدينا اول كلمة انت قوية مهضومة دمك خفيف عسولة عندك حضور مجنونة صوتك حلو كنت بلد جدعة مصرية قصيلة تحب صحابك ام حنينة اذا كنتوا حابين ان انا اكمل في الأكاديمي وشايفين ان انا استاهل صوتولي على رقم واحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة